Good morning, I hope you're doing great. Great things everybody. I hope that you have a wonderful day today. حتى تجيد اللغة الإنجليزية لازم يكون عندك بالأساس حصيل مفردات. هذه حصيل مفردات مثل أنه أنت تفتح حساب بالمصرف. لازم يكون عندك مبلغ معين حتى تخليه كرصيد حتى يصير عندك سيولة بالمصرف. ممكن من خلالها تقدر تسوي التعاملات التجارية اللي عندك. نفس المفهوم هو موجود وممكن تطبيقه نقول applicable على اللغة الإنجليزية. حقيقة مفهوم اللغة الإنجليزية مو مثل ما الناس متصورية صعب. يعني اللغة صارت حالها حال متطلباتك الخاصة بالتجارب اللي يحتاجها أي شخص حتى ينطيك وظيفة أو أنه حتى يصير عندك ترقي على السلم الهرمي الوظيفي مالتك أو أنه أنت حاب تسافر إذا صارت عندك فرصة للسفر أو أنه أنت تحتاجها الاستمتاع الشخصي عدم مشاهدة الأفلام والمسلسلات بسبتايتل تقرأ عربي ويضيع عليك كثير من المسائل المفيدة اللي ممكن تستفيد من عندها لو أنه أنت أجدت اللغة الإنجليزية. حتى يصير عندك هذا الحصيل مات المفردات لازم تكون متبه على نقطة مهمة ألا وهي أنه مو أي مفردات أنت ستتعلمها ومو من أي مصدر واحدة من مسائل اللي يصير عليها إرباك عند المتدربين أنه هو وفرة المصادر وليس ندرة المصادر يعني عندك مصادر بالآلاف بل بمئات الآلاف يعني حتى تتعلم من خلالها اللغة الإنجليزية. هل هذه المصادر كلها مفيدة لك؟ هذه المصادر خلين نعتبرها هي عبارة عن أدوية موجودة بالصيدلية فإنت حتى تعالج الكيس ماتك يحتاج تأخذ أدوية محددة أي وصف الكاه شخص مختص سواء ماجستيرا أو دكتورا المختصين دائما المهتمين بطراق تدريس اللغة الإنجليزية وعلم اللغة التطبيقي عندهم نظرة فاحصة على مستوى الشخص والاحتياجات ماته العامة إضافة إلى الاحتياجات الترقيعية أو اللي يحتاجها لملء الفراغ اللغوي اللي موجود عادة المشاكل اللي تواجهنا باللغة هي مشاكل مو بسببك لكن بسبب التركيبة اللغوية وبسبب قلة وجود المحفزات الاجتماعية لتطوير المهارات اللغوية لك وقلة التدريب اللي يسبب الضمور اللغوي على المدى البعيد فتلاحظ الموظفين أو المتدربين اللي أخذوا كورسات أو اللي يتدربوا اللي يتخرجوا من الكليات بعد مرور سنة سنتين تبدي اللغة ما لا تمتظ محل إلا أنه توصل مرحلة في اللغة ممكن نسميها السبات لأنه اللغة ما تموت تبقى دائما محفزاتها موجودة وتعتمد على مدى التنشيط اللي أنت تقوم به حتى ترجعها إلى المستوى الحقيقي مالتها النشط خلينا نعتبرها مثل الرياضة إنه الرياضة إذا ما تمارس يوميا أو أسبوعيا رياضة ممكن بعد فترة ممكن العضلات ما تكرح ما يصير بيها نسبة الأجيلتي أو نسبة الإلاستيسيتي أو المرونة اللي تحتاجها حتى تقوم بآداء اللعبة على مدى متواصل فراح تتعب مثل ما ذكرت لكم أنه المسببات هي مو شرطة تكون يعني شخصية هذا الكسل هل هو سبب لو هل هو نتيجة اسأل نفسك هذا السؤال المحفزات الاجتماعية العامة اللي تساهمنا تساعدنا في إيجادة اللغة هي أنه وجود حاجة اجتماعية لها مرات راح يسأل زين أنا ويا من أحكي هذا السؤال لازم تكتبه وتنطل نفسك حلول ممكن تنطل نفسك عشر حلول حل رقم واحد أتحدث وهي اثنين أو ثلاثة ضمن نفس الاهتمام وعدنا هواية صفحات على الأنترنت تدعم هذا التوجه مثل عندك صفحة توست ماسترز اللي تنطيك تدريب قدام ناس موجودين أعتقد في بغداد في المحافظات عندك أخذ ورشة تدريبية أونلاين أكو هواية تطبيقات عند تنطيك باكج كامل وهذا الباكج توزع احنا عندنا أزمة إدارة وقت وتخطيط يعني تلقي الأجانب ينفذ المشروع بيوم بس مخطط له ستة أشهر احنا ما مخطط الستة أشهر وينفذ بيوم نفذ تعليمه في الحافظ ماته يكون معلق هذا اليوم باتشا تلقى كلش محبط لأنه عدم وجود تخطيط استدم بعدم وجود مسالك للتدريب وبالتالي راح تخلي الشخص مثبت مع نوياته وهو غير قادر على الاستمرار وعلى ديمومة التواصل باللغة فيحتاج تخطط تسأل نفسك الأسئلة أو توزع النشاطات مالتك بصورة عامة اللغوية فوزع أسبوع تقرأ كتب القراءة يمكن أبالغي إذا قلت لكم هي أهم عنصر في إيجادة اللغة أهم عنصر في إيجادة اللغة هي القراءة لكن هناك أبحاث تدل على أنه القراءة هي كمية البيانات التي تدخل إلى دماغك فكلما زادت كمية البيانات كلما زادت دماغك تعامل معها فبالتالي اللغة هي عبارة عن حصيل مفردات القواعد تيجي بالتدريب حتى توصل إلى مرحلة وكأنه أنا أنطيك كون من البركس أو الطابوق وأقول لك رتب ليها بحيث تسوي ليها غرفة أو تسوي ليها مستطيل أو تسوي ليها بناية عمودية أو كذا لكن يحتاج أنه vocabulary حتى تستمع بصورة جيدة يحتاج vocabulary حتى تعرف شديد تستمع حتى تكتب يحتاج لك vocabulary أكاديمية حتى تقرأ يحتاج لك تفهم حتى تكتب يحتاج لك تفهم ويكون عندك vocabulary أكاديمية حتى تتحدث يحتاج لك vocabulary حتى تتحدث فمن محص النهائية اللغة عبارة عن vocabulary نرجع للنقطة الأساسية اللي هي الرصيد المصرفي قد يحتاج لك حتى تفتح حساب باللغة الإنجليزية يحتاج لك بين 500 إلى 1000 مفردة شائعة جداً من هذه الـ 500 إلى 1000 مفردة ركز لي على الأفعال بالماضي الأفعال بالماضي أنا حالياً مو بالستوديو ماتي هذه الليستة ماتي لأفعال بس تكتب irregular verbs هذه الليستة أحفظها يعني هذه الليستة بيها مثلاً beat, become, begin شون تحفظها لا تطلع علي بمشكلة أطلع علي بحلول شون تحفظها يومياً أحفظ حرف من عدهم يعني هم مرتبينك ياها تتابعياً من B إلى C طبعاً أحد تشوفهم أغلبيتهم تعرفهم بس من تتحدث جرب نفسك يختبر نفسك ويخمسة أفعال تحتيهم كل فعل بنص ثانية بالماضي إذا عبرت هذه النقطة أنا أكد لك أنه لغتك ستكون كل سليمة وسلسة بالمحادثة إذا لا يحتاج تقيد قولبة وتخطيط حفظهم على مسار زمني معين إلك حتى تتمكن من إجادة اللغة بطريقة سلسة لأنه الفعل للمرة المليون أقوله هو الشاصي مثل هيكل مال السيارة هو الرصيد المصرفي اللي من خلاله راح تتمكن من رفع مستوى الجودة اللغوية اللي عندك في الطلاقة وفي الدقة اللي احنا نسميه Fluency and Accuracy هذا باختصار للحديث بقية بإذن الله لكن نلتقي بكم حتى ما يصير الفيديو طويل نلتقي بكم بحديث آخر وشات آخر ربي يحفظكم ودرب لغوية خالد